موسيقى الآن سأدعو غيداء القضاء من الأردن وهي فائزة في ديدي ستبن وتشارك معنا اليوم بفكرة عن التغيير موسيقى لن أترك المنصة قبل أن أعرف سبب التصفيق سبب التصفيق طلابي بالشغل وأهلي موجودين وزن ملائي بالشغل موسيقى لكن أنا لم أتحدث لهم، لم أدعيتهم، أجلوا لحالهم إذن أنتظر أداء خاصة جداً من غيداء صفقنا قبل و بعد مساء الخير لا سبيل للتغيير دون تغيير واقع التعليم أريد أن أسألكم سؤال نحن قضينا من عمرنا 12 سنة بالمدرسة من فيكم يرون أن هذه 12 سنة التعليم لدينا بواكب التغييرات التي نعيشها الآن؟ هل هناك أحد يرفع أيده؟ ولا أحد؟ لما قرأت شعار المؤتمر، بصراحة كثير فكرت لا سبيل للتغيير دون لأنه في كثير أفكار وفي كثير شغلات منواجهة بحياتنا هي بحاجة للتغيير لذلك لازم يكون التغيير يبدأ من نظام تعليمي تقبل التنوع و يدعم المواهب وما يحدها ويكون هناك تقبل للآخر وغير هكا والأهم ما بيكون هذا النظام بمعزل عن السياسة والاقتصاد ليش؟ لأنه بواقعنا إحنا للأسف نظامنا التعليمي في بينه وبين السياسة والاقتصاد علاقة انفصام كلياتنا أكيد شايفين كيف الواقع إحنا عندنا حالياً في إحصائية لليونسكو بتشير على أنه الإنفاقات اللي بتصير بالوطن العربي على المناهج التعليمية تكاد توازي اللي بتم إنفاقها في الدول المتقدمة بس كتير الدراسة غريبة له لأنه إذا بنطلع على الواقع في عندنا كتير اختلاف مشان هيك أنا بشوف أنه في عندنا أربع مشاكل لازم نشتغل عليها ليتحسن هذا النظام أو الواقع التعليمي بتاعنا الأولى بأنه يتم تأهيل الكوادر التدريسية والتي بتشتغل بقطاع التعليم وطبعاً يتم تقديرها لأنها بتقوم أو بتشتغل بي نظام كثير حساس وكثير بأثر على تطور المجتمع وكيف رح يكون مستقبلنا الشغلة الثانية المناهج التدريسية وشو محتواها للأسف مناهجنا التدريسية أبداً لا تموت بالتطور البصير عندنا بالمجتمع بصلة من هنا؟ دارس تخصص علمي يمكنني ساعدني شوي أكتر من أنتي؟ أينك؟ أهلاً كريمة طيب طول عمرنا كيف ندرس إحنا؟ إنه أصغر جزء بالذرة هو النواة ويمكن لساعدنا ندرس هذا الإشجيل عن جيل تعرفوا أنه من خمسة عشر سنة في مناهج الدول الغربية تم اكتشاف جزء أصغر من النواة اللي هو اسمه الإلكروك إليكروك وإذا أحد أدارس يمكنني ساعدني أكتر إليكروك 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 حسناً شكراً فهذا بيدل أنه مناهجنا للأسف أبداً يعني ممكن حتى نسميها بالية ما بتوصلح أساساً ندرسها ومثلاً الإحصاءات اللي بناخدها بمناهجنا التعليمية نحن نصلنا بالنصير 2015 بتكون الإحصائية من عشر سنين إلى 15 سنة طب هذا النظام ما بدو يفيدنا؟ لأنه لو عنا نظام تعليمي مضبوط كان يمكن حتى كل هالتغيرات اللي إحنا عم نطمح لها كنا إحنا حالياً عم نشتغل على تطويرها مش لسه بدنا نخلق هذا التغير الشغل الثالث اللي بالنسبة إلي هي جزء كثير مهم في النظام التعليمي اللي هو الأنشطة اللامنهجية يمكن إحنا عنا بالأردن طول عمرنا بنعرف إنه الفن والرياضة والموسيقى عمرها ما كانت داخلة بالمعدل اللي خلق إنه فيه نظرة دونية لهاي التخصصات وما كان فيه تنمية لإلها مع إنه نشاطات لامنهجية كثير بتساعد في تحديد اهتمامات الطلاب وفي تحديد ميولهم كان إحنا في عنا تقدير أكتر معنى نظرة دونية للنجار وللحداد وللرسام والشغل الرابعة اللي بحس إله دور كثير برضو مثلا تأخرنا عن العالم في النظام التعليمي اللي هو هيمنة الأنظمة العربية على المناهج التدريسية بمعنى إحنا عنا المناهج بتم إعدادها وتطويرها بيعني وزارة التربية والتعليم اللي بتكون ممثلة بكل دولة لكن هاي المناهج كيف أساسا بتم إعدادها بطريقة تدعم السلطة القائمة في الدولة يعني بتم تأسيس هاي المناهج وإعدادها عشان تنشأ علاقة بين المواطن والدولة ما بتم إنشاءها على أساس بضمن احتياجات المجتمع وتطويرها مشان هيك برجع بحكي أنا بشوف لا سبيل للتغيير بدون نظام تعليمي بواكب الواقع وتطوراته سواء الواقع اللي ما نعيشه هلا أو اللي رح يعيشوه الأجيال اللي بعدينها ويكون هذا النظام التعليمي شمولي ومتكامل بطريقة بتدعم مؤسسات الدولة وأبناءها وتطوير هذا المجتمع وبالنسبة إلي يمكن كان في إلي تجربة على الصعيد الشخصي ما كعم فيه تغيير لولاها لأني بعتبرها تجربة تعليمية فريدة من نوعها اللي هي تجربتي مع مناظرة شكرا